تبث مؤسسة إنفجرات تحقيقها الأول يوم السابت على السابع مساء بتوقيت وسط أوروبا والذي يقدمه الأستاذ ممدوح مكين وذلك ردا على قناة الجزيرة في برنامجها ما خفيا كان عظم ضمن عنوان ليلة الاقتحام الذي قدمه لإعلامي تامر المسحل وسيتم التطرق في هذا التحقيق للأخطاء الكارثية والتشويه للمعلومة في البرنامج في قضية الإخوان المسلمين وحماس والتي تحمل الإسمة ضمن مؤسسة القضاء النمسوي الأقصر وسيتم عرض العديد من الأدلة الرسمية المأخوذة من المصادر الصحيحة والتي تنفي وجهة نظر الجزيرة إلى حد كبير وتضيف عليها الجزء الأكبر من المعلومة التي تجاهلتها الجزيرة قصدا لغرض وغاية غير معروفة بعد ولذلك سيحمل البرنامج اسم ما أسقط من الحقيقة كان عظم والذي يوضح السقطات والتجاوزات والتجاهل المقصود بغرض تغيير شكل الحقيقة وتسهيسها والطعن في مصدقية القضاء النمسوي وسيحاول التحقيق تقديم المعلومة الكاملة بحيادية تامة دون التحييز لأي أجندة عربية كانت وخاصة الإمارات كما يحاول البعض ترويجها جزاما وربط مؤسسة إنفوغرات بالإمارات مرارا وتكرارا كما سيتم بث الحلقة على قناة إنفوغرات المعروفة على يوتيوب وفيسبوك والموقع الرسمي في نفس الوقت من خلال هذه الروابط التالية التي تستطيعون بالطبع مشاهدتها الآن أعزائي المشاهدين اشتركوا في القناة